مساء الخير هزم الأول من نيسان في لبنان فالكذب ملح السياسة ولي يتغلب يوم واحد على بقية أيام السنة التي لا حقيقة واحدة فيها فالذين اتفقوا على الأورتدوكسي غدروه ومن كان ضد الستين عاد إليه والمختلط ضاع في حفلة التكاذب فيما الانتخابات برمتها على كف تأجيل وعلى مرمى ثلاثة أيام من استشارات بعبد الملزمة عقد لقاء الرابي اثنان بتوسعة سياسية وضم حزب الله والتيار مع النائب سليمان فرنجي وحزب التاشناك وكان لهذا اللقاء عنوانان تسمية رئيس الحكومة وقانون الانتخاب الجنرال عون وللمرة الثانية بادر إلى طلب عقد جلسة للهيئة العامة بهدف التصويت على الأورتدوكسي لكن وفد حزب الله كان مدركا إلى مطب تشريعي قد تقع فيه الهيئة لكون الأورتدوكسي يحمل إشكالية في الإسم فهو اقتراح مقدم تحت صيغة تعديل قانون الستين وإذا سقط الأورتدوكسي تعود الشرعية إلى الستين ومن هنا فإن الرئيس نبيه بري لم يكن ملزما بالمغامرة والذهاب إلى التصويت من دون ضمانة أكثرية لسيما وأنه سمع من القوات بنفسه أنهم لم يحسموا خياراتهم في الأورتدوكسي وأنهم سيعطور كلمتهم خلال الجلسة عون وخلال لقاء الرابي أصر على الجلسة حتى ولو سقط المشروع الأورتدوكسي فعندها نحرج القوات والكتائب ويظهرون مواقفهم على حقيقتها وبعد النقاش عقدت قمة الخليلين وتم الاتفاق على أن تقوم بعثة من لقاء الرابي بزيارة الرئيس نبيه بري في الساعات الأربع والعشرين المقبلة لطرحي موضوع الجلسة العامة وما سيسبقها من استشارات أما في مسألة تسمية رئيس الحكومة فإن عون وافق على عدم وضع فيتو على الأسماء المقترحة ومن ضمنهم نجيب ميقاتي وسوف يشارك في الاستشارات لكنه اعترض على الفيتوات التي يرفعها النائب وليد جملاط على وزارة الطاقة واسم الوزير جبران باسين وكان لديه قراراً ظنياً بأن الجملاط ينسق مع ميقاتي في لائحة الفيتوات وبليونة موقف عون من ميقاتي يكون رئيس الحكومة المستقيل قد ضمن الأكثرية للعودة أما المستقبل فإنهم يتجهون إلى تسمية نائبة بهية الحريري لرئاسة الحكومة بعد أن أقاموا الصلاة السياسية على الإسم في المملكة العربية السعودية ما يعني أن الحلقة المفرغة عادت إلى الدوران الثامن من أذار لميقاتي والرابع عشر من أذار لبهية زيمهي فيما ينتظر أن تتميز الكتائب في موضوع التسمية ميقاتي الموجود حالياً في بريطانيا ينأى بنفسه عن هذا الجدل وهو أبلغ قاتني لندن أنه في حال العودة سوف يطرح وزارة وفاق وطني وإذا جاءه الرفض يشكل وزارة كلنا للعمل الثان على أن تكون أول باكورة العمل الحكومي افتح يا سمسم من خلال التحقيق بمغارة السماسرة وأصحاب الظمم المالية وقناة الجديد تساعد الحكومة اليوم بفتح هذه الباب من خلال استكمال تحقيقات الجمارك مع الزميل رياض قبيسي ترجمة نانسي قنقر